الآن في مجموعة من الخطوات بتلزم إنك تطبقها عشان تتعامل مع الماتيريا الديزاين ركز كويس معي في الكلام عشان تفهم بسهولة إيش اللي بدية الآن إحنا اتفقنا إنه الماتيريا الديزاين عبارة عن مبدأ للتصميم موجود على الجوالات بعد الفيرجين 21 يعني أي جوال الفيرجين تبعته أعلى من 21 21 فما أعلى فما فوق بيقدر يتعامل مباشرة مع الماتيريا الديزاين طيب إحنا بدنا نصمم تطبيق يتعامل مع الجوالات اللي أجل من الفيرجين 21 يعني أنا بدي أعمل تطبيقي يشتغل على الفيرجين 17 مثلا و18 و19 فكيف ممكن أتعامل معه مباشرة بيخطر في بالك إنه بدي أتعامل مع السابورت لايبراري أو مكتبة الدعم إذا بتذكر في بداية الكورس حكيت لك إنه في عندي الفيرجين الخاصة بالأندرويد وفي عندي مكتبة الدعم اللي هي بتكون فيها أكواد تستخدم لتنفيذ مجموعة من العمليات البرمجية اللي موجودة في فيرجين جديدة بس بأكواد قديمة عشان يسمحوا إنه الفيرجين القديمة من التطبيقات تقدر تطبق العمليات الجميلة هاي ففي عندي أنا خمس خطوات بدي أنفذهم عشان أقدر أخلي تطبيقي حتى لو الفيرجين تبعته كانت قديمة يقدر يتعامل مع الماتيريال ديزاين ولو كانت الفيرجين جديدة خلاص ما هو هيك هيك بيقدر يتعامل معها الفكرة في الماتيريال ديزاين سواء كانت فيرجين قديمة أو حديثة بيتعامل معها وإنت برضو ممكن بعد هيك لوحدك تعمل شروط والله إذا كانت الفيرجين جديمة روح استخدم السابورت لايبرري أو مكتبة الدعم إذا الفيرجين جديدة روح استخدم اللي موجودة في الفيرجين إنت حور أول شغلة بدنا نعملها حاجة اسمها استخدام المكتبات اللازمة الآن الماتيريال ديزاين يا سيد العزيز هي شغلة مش موجودة باي ديفولت غير في الفيرجين 21 فما فوق أو بمعنى آخر عشان أنت تقدر تستخدم الماتيريال ديزاين في تطبيقك وتخلي تطبيقك متاح لكل الفيرجينز لازم أنت تروح تتعامل مع السابورت لايبرري أو مكتبة الدعم فأنا أول خطوة بدي أعملها بدي أفوت على ملف الجرادل الخاص بالأب وأضيف مكتبة الدعم الخاصة بالماتيريال ديزاين جبل ما أضيفها بس بدي أحكي لك عن نقطة مهمة أحكي لك